السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من سوبر نينو لو اول مرة تشوفوني ياريت تشاركوا في القناة وتفاعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة النهاردة جايبالك وصفة سهلة اوي وسريعة هما مش وصفة هما اتنينو انت اختاري الوصفة اللي انت حبيها الوصفات بتاعت النهاردة لتفتيح الكوع والركب والرقبة فيه ناس كتير بتشتكي من لسواد اللي بيبقى في الكوع والركب والرقبة فالنهاردة الوصفتين اللي معايا للبشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة المختلطة عندك وصفتين البشرة الحساسة هنقول الوصفة اللي تمشي معايا والبشرة المختلطة او البشرة العادية هنقول برضو اللي يمشي معايا تابع معايا الفيديو الاخر عشان تعرف الوصفتين اللي هيفتحوا معاك ومضمونين 100% مضمونين 100% وهيعملوا معاك مفعول على طول يلا بينا على الفيديو عشان نعرف الوصفتين اللي معانا النهاردة الجبارين دول بمكونات كلها متوفرة في البيت مش هتشتري حاجة من برا كله عندك في البيت زي ما اتفقنا يا بنات ان فيه كتير بيشتكوا من سواد الكوى او سواد الركب فبيبقى شكلهم مش حل فعشان كده عملتلكو وصفة النهاردة جايبلكو وصفتين النهاردة نجحين 100% هتعمليهم هيئدوا على السواد ده على طول ومش مكلفين خالص كمان حاجات في البيت ومش كريمات ولا الكلام ده حاجات كلها متوفرة في البيت هتعمليها بايدك وهيبدالوا عندك تعمليهم في اي وقت يعني هم مش بياخدوا معاك وقت خالص وسهلين جدا جدا والنتيجة بتاعتهم مضمونة 100% هيشيلوا سواد السنين زي ما بيقولوا اه تمام ايه بقى الوصفة الاولانية اللي معي اول وصفة عندي هي اللبن البودر عندي معلقة من اللبن البودر هديف عليها نص لمونة الوصفة دي تمشي للبشرة الجفة واصحاب البشرة المختلطة والبشرة الدهنية انما البشرة الحساسة لو عندك حساسية من اللمون اعملي تجربة كده بسيطة لو لقتيها قبلت على بشرتك اعملي الوصفة ما فيش مشكلة ايش اني عندك حساسية من اللمون يبقى خليك في الوصفة التانية هعمل اي عندي معلقة اللبن البودر انا هعمل معلقة طبعا على قد مثلا الربة او على قد الكوع يعني هعمل مثلا النهاردة الكوع الربة اعمل كمية على قدهم لو هعمل مثلا الكوع والربة وكل مع بعض يبقى معلقة كبيرة انا هعمل مثلا معلقة صغيرة على قد الكوعين هتحطي معلقة صغيرة من اللبن البودر البودر بيعمل تفتيح وبيشيل السواد اللبن البودر حلوة اوي وفيه فيتامينات جمدة اوي للجسم وبيفيد اوي اوي وحلوة اوي الوصفات بيقافة لبن بودر تعرف ان هي نكحة مية في المية هاخد معلقة من اللبن البودر هديف عليها نص لمونة هيبقى معايا الخليط متجانس هبدأ ان انا ادلكوا كده حركات دائرية على المكان اللي هو الكوع او الربة وابدأ ادلك 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 كده واسيبوا شوي وبعد كده رح جايبة نص لمونة تاني بعد محطية الخلطة خلاص رح جايبة ما مسحتهاش ومعملتش اي نص لمونة تاني واروح جايبة افضل افرق كده في الكوع او الربة بالشكل ده كده بعد اما حطيت الخلطة الاولانية قبل ما مسحها اسيبها بس تنشف معايا شوية واروح جايبة مسكة نص لمونة واروح جايبة برضه افضل ادلك ادلك كده كده المدة خمس دقيق اللمون هنا بيزيل الخلايا الميتة وبيبدأ يفتح معايا اللمون مهمة اوي في الوصفة دي بيزيل معايا الخلايا الميتة ويبدأ يفتح معايا الكوع اا او الربة وممكن للرقبة ما فيش مشكلة هتروحي عاملة الوصفة دي اا مرتين لتلات مرات في الاسبوع وطبعا بعد ما عملت باللمون كده تجيبي منديل وتروحي جايبة مسحة تمسحي الخلطة اللي على ايدك ومطرح اللمون بعد جاب عشر دقيق كده تروحي جايبة بقى ايه مسحة مطرح الخلطة واللمون اللي احنا عملنا ده تمام وبعد كده تشتفي عادي بمية عادية مية فترة عادي ما فيش اي مشكلة خالص دي اول وصفة زي كده مفهومة بتهيق لي ما فيش اي حيقة اما بقى بالنسبة الوصفة التانية لو عندك بقى حساسية من اللمون الوصفة التانية اللي عندي 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 خيارة هجيبها ابشرها وروح جاي عصرها وواخد عصير الخيار ده هعمل في عصير الخيار هاجي برضو على الكوع او الرجبة وروح جاي افضل ادل كدلك كده بعصير الخيار دي ممكن تعمليها كل يوم ما فيش اي قلق منها وما فيهاش اي حساسية وتمشي الجميع انواع البشرة الخيار بقى فيه فيتامينات هنا فهتشيل معايا السواد بس هياخد معايا وقت شوية هياخد معايا مثلا فترة عقبال ملاحظ فرق اللي هو مثلا 3-4 تيام عقبال ملاحظ الفرق مش من اول استعمال بس كده ده الوصفة الاولانية دي نكحة 100% تستعمليها من موريتين لتالاتة في الاسبوع والخيار لو هتستخدميه كل يوم ما فيش اي قلق منه دي كانت وصفة النهاردة يا رب اكون قدرت افتكو زي ما اتفقنا زي اه لو عايزين اي وصفة سبوها لي في الكومنتات وصبولي رأيكم واستنوني في فيديو جديد